الأعضاء مظبوط يعني الأعضاء فوق السن فوق الخمسة وستين ليهم امتيازات طبية ورعاية تأمينية طبية كويسة في النادي يعني التفكير حضرك في الجزية دي تمكن يضاف ليه ايه دايما طبعا كبار السن ما فوق الخمسة وستين سنة بيحتاج رعاية وهو بيحب يروح يعودوا في النادي احنا طبعا لو نزلنا النادي الصفح بدري هنلاقي كبار السن هم أهى هم المتواجدين هم رواد النادي بالضبط فساعات بيحتاجوا بعض الخدمات بقى يعني تساوى على مستوى طبي على مستوى أنشطة على مستوى حاجات كتير لا طبعا ما نعمل ما نحاول نوفر لهم حاجات حواليا حتى ممكن نسمع منهم هل محتاجين رعاية طبية بشكل معين هل محتاجين رعاية صحية بشكل معين وفي الأول في الآخر هم يعني هم أساس النادي يعني أكيد طيب من كبار السن للشباب الشباب وانت واحد من ضمن الشباب ومرشح الشباب شباب النادي انت شايفوا ازاي وشايف إيجابيته عاملة ازاي وإيه اللي توصيهم بيه وإيه اللي تطلبوا منهم أنا دايما في الفترة اللي فاتت كنت بشوف أن أنا عايز الشباب ترجع الكلام ده للشباب جوا النادي إن هم يتزيد زياراتهم للنادي بشكل أكبر حتى على مستوى تنفسي إن احنا بننظم بطولات ليهم بننظم حق للأعضاء يعني النظم منافسة مثلا تستمر لمدة أسبوعين ثلاث أسابيع في ملاعب النادي مش عايزنا على المستوى الكبرى أنا بتكلم على على مستوى على المستوى الألعاب على فكرة يتعمل دوري شباب الأهلي ده بزدد لكل الألعاب مزبوط كده أو الألعاب المتاحة يعني مزبوط كده ونفسي كمان تبقى للكبار نفسي برضو نعملها للكبار يعني أنا من خلال مروريش في النادي آآ لقيت فيه كبار السن بيحبوا لعبوا تنس مع بعض طب ممكن نعملوا وعلى فكرة ده تقليد يوم الأهلي ده كان موجود في سنين طويلة جدا زمان في كل الألعاب بس كان بيبقى يوم رياضي إنما إنما شيء كويس لو إحنا قدرنا نوصل فكرة دوري شباب الأهلي أيوة بالضبط بحيث مختلف الفروع كل فرع يبقى عنده عدد من الفرق بيشاركوا حتى يريد إضافة الكلام حداك ده كل فريق يحمل اسم واحد من قدامى نجوم الأهلي أكيد طبعا حاجة ده فريق حسن حمدي هيلعب فريق مرتاجي هيلعب فرقة صالح سليم وده هيلعب فرقة كمال حافظ وهكذا من نجوم الأهلي ورموزه الشباب هيتعرف على الرموز دول وأعتقد هيكون فرصة لتلاقي شباب الأهلي من مختلف الفروع بالضبط كده نعمل مثلا زي تسخيط في كل فرح وفي الآخر نجمحه في ملعب الأكاديمية في أي ملعب يخصص لده بالضبط ده فكري دايما نحاية الشباب. والشباب اللي نظم البطولة أكيد 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 ودائما ده فكري لناحية الشباب. ليه 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 لنطلع نعمل الأنشطة دي بره ونعملها جوه إحنا كتير قوي في الن为什么 ب voices فوجة نظري الشباب محتاجين طلع تقص الباب بتاعتنا جوال نادي أكيد أكتر ويرتبطوا بالنادي أكتر بالضبط هل من جانب الرياضي بس ولا أنت شايف الجانب الاجتماعي والثقافي ده ممكن يكتذب لازم طبعا خاصة وأن دلوقتي أغلب الشباب بيطلعوا طاقتهم على السوشيال ميديا لها مميزات لها عيوب بس أنا من الأشخاص اللي ما بتحبش أن أنا أقعد مستمرة على السوشيال ميديا لأ بحب أتحرك وبحب أروح النهاردة في لاب كورا النهاردة في لاب تنس أنا رايح أنا هنزل عمد دلوقتي